قل يا ربي زدني علما زدني فقا زدني حما أتبع قولك عاملا يبني إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور بما أن هذا الموسم خصصا للمكفوفين وقبل بداية هذه الحلقة لبرنامج بصراء القرآن سنستحبكم في جولة لنتعرف بها أكثر على مجموعة من القراء الأجلاء المكفوفين في ربوع اليمن والعالم الإسلامي والعربي وبهذه الحلقة سنتعرف على القرئ التركي أحمد علي سيريكايا كفيف البصر شعر أهله بما كان من الإبداع الموجودة به فشجعه وآعانه كثيرا حتى حقق الإنجاز بحفظه للقرآن بدأ بحفظ القرآن في السادسة من عمره وانتهى من حفظه خلال تسعة أشهر يعتبر القارئ التركي أحمد علي سيريكايا من أشهر القراء في تركيا وهو يعمل في أحد أكبر المساجد في تركيا في اسطنبول العاصمة التركية لدى القارئ التركي أحمد سيريكايا صوت ملائكي جميل وهو يمتلك موهبة تقليد الأصوات لكوكبة من أشهر القراء في الوطن العربي دعونا الآن نتلذث بأحداث لاواته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نابد وإياك نستعين بنصراط المستقيم مصراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليك ونبضل مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصراء القرآن ضيف هذه الحلقة شخص استطاع أن يحفظ القرآن وإن تجاوز كل الصعوبات والتحديات دعونا الآن نتعرف على هذه الشخصية وأن نعرف كيف كانت حياتها وقصتها مع القرآن مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصراء القرآن نحن الآن بجانب ضيف هذه الحلقة الحافظ الشيخ رمح شيخ رمح مرحبا بك في برنامج بوصراء القرآن أهلا وسهلا بكم جميعا نتمنى لك السعادة دائما إن شاء الله بإذن الله في كافر القرآن وأكيد من يعشق ويحد ويكون دائما قلبه مؤلقا بالقرآن حياتهم مختلفة مرحبا بكم أنتم جميعا وإن شاء الله سبحانه وتعالى يكون هذا البرنامج في ميزان حسناتكم بإذن الله رمح ناصر صالح الحفاشي حاصل على المركز الأول في الجامعة بكالريوس تخصص علوم قرآن الاسم رمح ناصر صالح الحفاشي طبعا من محافظة المحويت مديرية بني سعد وزلت الشويع العمر 24 عاما خريج بكالريوس جامعة صنعة بمعدل 94% طبعا أعاني من الإعاقة البصرية التي لازمتني منذ الولادة حيث يوجد لدي تشوخ خلقي في العينين كان يقولوا لا تستطيع أنك تحفظ القرآن الكريء نتيجة لأنه في الترم بناخذ ثلاثة أجزاء ومعظم الناس حولوا من هذا القسم نتيجة لرداءة الحفظ إلا أني قلت للدكتور بإذن الله سبحانه وتعالى لا يأتي ثلاثة أشهر إلا أنا ختمت المصحف وبإذن الله وبفضل الله ختمت المصحف في ثلاثة أشهر الذي جعل الحافظ رماح يتجه إلى حفظ القرآن هو المسارع إلى نيل الأجر والثواب من الله تعالى حافظة القرآن الكريم هم أهل الله وخاصته فأردت أن أكون من أهل الله عز وجل هذا النقطة الأولى النقطة الثانية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن أقول ألف حرفا ولام حرفا وميم حرف والحرف بعشر حسنات فطلبت الأجر والثواب من الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد اقرأ وافهم خيرا تاغنب اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تاغنب اقرأ قال الوحي الأكرم لحياة الحافظ رماح مع القرآن حياة تدبر وسعادة وحياة فيها لعظة ولعبرة حياتي مع القرآن الكريء حياة تدبر وتأمل في آيات الله عز وجل لما نلاقيه من حلاوة وسعادة في تدبر الآيات حياتي مع القرآن الكريم أخض العظة والعبرة من آياته ومن قصص الأمم السابقة التي حكاه الله لنا في كتابه العزيز لقد عانى الحافظ رماح صعوبات متعددة نتيجة للظروف المادية وكذلك تدني المستوى التعليمي في بعض المناطق الريفية لكنه بالعزم والإصرار حقق المستحيل أولاً الظروف الأسرية والمادية نتيجة الظروف الصعبة ثانياً عانيت في حفظ القرآن الكريء اختلاف المدرسين الذي درسنا عندهم تدني مستوى التعليم في الريف في بعض المدارس يعني تحصل مدرس القرآن الكريم مدرس كيميا أو فيزياء أو أحياء ما عندش علم في القواعد التجويد وبالتالي النطق يكون ضعيف عند التلاميذ النقطة الثالثة الكثيف طبعاً يحتاج إلى الوسائل الصوتية التي تخدم كتاب الله عز وجل فكانت الإمكانية المادية عندي صعبة ما قدرت أننا نشتريها وثالث شيء أننا ما التحكت بالمكفوفين إلا بعد أن خلص الثانوية العامة هناك العديد من الوسائل ساهمت في مساعدة الحافظ رماح لحفظ القرآن الكريم فمن أهم الوسائل التي ساعدته هي الوسيلة الصوتية MP3 هناك العديد من الوسائل التي ساعدتني في حفظ كتاب الله عز وجل أولاً الوسائل المعنوية تشجيع والدي العزيز لي حفظه الله عز وجل حيث كان يحرص كل الحرص على حفظه لكتاب الله عز وجل وقد حفظني جزء المجادلة وواصلت بعدها أنا في عملية الحفظ واستخدمت الوسيلة من الوسائل المادية MP3 من الأوقات التي يرى الحافظ رماح أنها مناسبة حفظاً للقرآن هي قبل النوم ومراجعة بعد صلاة الفجر من أفضل المواعيد لحفظ كتاب الله عز وجل أنا بالنسبة لي شخصياً كنت أحفظ قبل النوم وبعد صلاة الفجر مباشرة أثبت ما حفظته قبل النوم أراجع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلوا الخطو من قبل أن تجلوا الخطو هناك آيات أثرت على قلب الحافظ رمع وهناك تأثير خاص لإحدى هذه الآيات والتي غيرت كثيراً في حياته طبعاً آية استوقفتني في سورة الزمر وهي قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ صدق الله العظيم هذه الآية تصور لك مشهد عندما خزنت النار تسحب الذين كفروا إلى جهنم جماعات متتالية زمراً متتالية فتظن في نفسك أنك لو كنت في هذا الموقف كيف يكون مصيرك لقد اكتسب الحافظ رماح العديد من الصفات والقيم والتي سهمت في تغيير حياته إلى الأفضل هناك صفات كثيرة استفدتها مكتاب الله عز وجل بل هو آية وعبارة كل آية تحمل صفات بل هناك يعني صورة كاملة في القرآن الكريم يسميها المفسرون صورة الأخلاق وهي صورة الحجرات الحجرات هذه السورة أول صفة تعلمنا ألا نقدم أي حكم أو أي رأي قبل أن نعرف ماذا حكم الله ورسوله فيه من الصفات أيضاً التي استفدت من صورة الحجرات لذلك عدم التجسس على الآخرين وعلمتني أيضاً ألا أغتاب الآخرين وعلمتني ألا أدعي الإسلام حتى أعرف قال الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله 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 والمدود والآل ما أفضر عود للحافظ رماح طموح لا يضاهيه أي طموح يريد أن يكون عالما في مجال القرآن الكريم ويريد أن يتحصل على درجة البرفسور بالإضافة يريد أن ينشئ مركز لتعليم القرآن الكريم ليتربى فيها الأجيال عزم إرادة تصميم ألا نستحق أن نعتبر أيها الأصحى سبحانك يا إلهي ما مدى العزم لدى هؤلاء أطمح أن أكون عالم في مجال كتاب الله عز وجل الطموح الثاني أريد أن أكون بروفيسور إن شاء الله سبحانه وتعالى في جامعة صنعاء وذلك بإذن الله إذا وفر الله لي الأمكانية المادية حتى أدرس الدراسات العليا وأواصل الدكتورة إن شاء الله سبحانه وتعالى الطموح الثالث أطمح أني أبني لي مركز في الجمهورية اليمنية إن شاء الله سبحانه وتعالى وأكرس فيه قصارى جهدي لتحفيظ الأجيال كتاب الله عز وجل حتى أنشي أجيلا مسلحا بالعلم والمعرفة وحافظا لكتاب الله عز وجل لقد أراد الحافظ رماح أن يشكر كل من كان لهم دور كبير في مساندته ودعمه لحفظ القرآن الشكر الأول لوالدي العزيز الذي حارص كل الحرص على أني أحفظ كتاب الله عز وجل الشخص الثاني هو جدي إبراهي المحية أيضا هناك شخص ثالث لا أنساه بل ساعدني في الجانب التعليمي في المواد الأخرى غير القرآن الكريم ألا وهو عمي علي علوان فأشكر هؤلاء الأشخاص من كل أعماق قلبي ينزح الحافظ رماح كل الناس بالعودة إلى ضمائرهم بالعودة إلى كتاب الله ومراجعته لأن كتاب الله هو الحكم هو العدل هو القاسم في كل ما اختلفوا فيه هناك نصائح أقدمها لكل الناس أولا يجب علينا أن نراجع ضمائرنا ونتجه إلى كتاب الله عز وجل ونجعله هو الحكم العدل فيما نختصم فيه الجانب الثاني أريد أن أقدم نصيحة لكل من يقرأ كتاب الله عز وجل أن يتدبر كل آية ويعي معناها فنحن محاسبون أمام الله عز وجل ويجب علينا تطبيق ما نقرأ أمل يملأ قلبي وصدق إيمان بربي قناعتي كنس في دربي تملوني رضان وأمان لا أرى النور بعيني وليس هذا عيب فيها فما لكم تنظرون إليه وتلوم الزمان مشاهدين ومتابعين وصلنا إلى اختام هذه الحلقة ونحن الآن كنا بصحبة ضيف رائع ضيف مميز أدى بصوت صداح تلاوات مختلفة استطاع أن يتجاوز كل الصعوبات التي عانى منها بفضل الله عز وجل ونحن الآن نود أن نقدم له هدية تحفيزية عبارة عن نبلغ بقيمة 100 ألف ريال مقدم من مصنع سمنت الوحدة هذه لك بالإضافة إلى هدية مقدمة من أسرة طاقم برنامج بصراء القرآن كل التحاية لك حبيبي الله يوفقكم ونتمنى لك السعادة إن شاء الله بإذن الله حافظك الله وراءك بإذن الله تتوفق وبإذن الله تنال ما تصب إليه إن شاء الله بإذن الله كل التحاية لكم مشاهدين ومتابعين إنما كنتم نراكم في حلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل يا ربي زدني علما زدني فقهان زدني حما أتبع قولك عاملا يبني يشكر ذلك عثرة أمه قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ قال الوحي الأكرم